السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الدعم لأسامة ملالة حارس المنتخب الجزائري تحت 20 سنة الحارس العظيم ان شاء الله يبقى مستقبله عظيم لازم ادعمه لان يا جماعة اللاعب لازم يغلط ويصلح من اخطائه ويفضل لغاية ما يبطل كورة اللي سون حارس لفربول لو كان السنة قبلها بشهور واخد احسن حارس واخد احسن حارس في العالم السنة اللي قابليها بعد شهرين ما خد الجيزة دي احسن حارس دخل فيه سبع اهداف من قسون فيلا سبع اهداف وماتش واحد ها مش عيب صدقوني يا جماعة احنا لازم نتعلم نبني بلاش الهدم نتعلم نبني حتى لو انا مش عايز ابنيه ماهدموش سيبو هو هيتفاعل مع نفسه ويوقف نفسه ويصلح اخطاءه وهيبقى نجم كبير انما ماهدموش الحارس اسامة ملالة مع منتخب الجزائر اللي بيكسب المنتخب كله واللي بيخسر المنتخب كله المدرب وكل اللي بيخسر الجزائر خرج ليه من قبل النهائي اخطاء مدرب اخطاء مدرب وسوء اه تقديب للعيبة لكن اسامة ملالة انا اتفرجت على منتخب الجزائر اه اه ماتشين الاولانين في المجموعة والماتش اه دور التمانية والقابل النهائي شفت اربع ماتشات شايف اسامة حارس جيد حارس جيد وكتبت في تحليلي عليه محدش اكبرني قبل كده قلت حارس نشيط حارس واعي حارس عنده نشاط عنده شخصية كل ده قلته عليه اقف جنب اللاعب بتاعت انا فاكر رونالدو رونالدو البرازيل النجم الكبير الاسطورة الظاهرة بيسموه رونالدو الظاهرة اللي هو الاقرع ده رونالدو ده رقم تسعة البرازيل بيحكي بيقولك انا اول كاس عالم كان عندي تسعة تشر سنة وكل الصحافة انتقدت المدارب انه وغديني في المنتخب وراح كاس العالم ايام بقى روماريو ببيتو روماريو ببيتو والناس دي بيقولك قعد عددك ما لعبش قعد كاس العالم ده وكاس العالم ده البرازيل كذبه تقريبا اللي في امريكا بيقولك رونالدو قعدت كاس العالم عددك ما لعبتش والصحافة واحنا رايحين قالوا انت ليه وغديني الولد الصغير ده مالوش لازمة ومش عارف ايه يقولك انا فاكر انه قعدوا يهدموا فيه لكن وانا قاعد في كاس العالم قلت فرصة اتعلم 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 من الاجواء اتعلم من الملاعب هو بيقول على لسانه وبعد اربع سنين بقى هو النجم الاسطورة ولعب له ثلاثة كاس عالم بعد كده وبقى النجم الاسطورة لازم نقف مع لاعبتنا اقف ادعم اللاعب ما تقولش ايه هو انا فيه تعليقات جاتلي يقولك ايه الحارس الحارس يا عم لا هو الحارس بيلعب لو احده ده كل الاهداف الثلاثة من القران كل لعبة مصر طلع في الهوى كل واحد لوحده وتنزل من الحارس واحد لوحده ويجيبها جور والحارس هيبقى لوحده في الثمنتشر انبلحي مع المنتخب الاول ياما من قوة السابطة والقرانة دخل فيه جوان يعود في بيته يبطل ولا لازم نقول عليه حارس عملاق يا جماعة اقفوا مع اللاعب بتاعكم ادعموا اللاعب بتاعكم وسامة ملالة انا بحبك يا ابني جدا وان شاء الله بازن الله الفترة اللي جاية دي ان شاء الله مع تصحيح الاقطاع وهتقف جون وهتبقى منتخب الجزائر الاول وهتغلط برضو ما فيش اي مشكلة اعمل لايك للفيديو شارك في القناة شكرا